أختلف مع هذا الكلام نعم هناك ساعات مهدورة هذا صحيح كحقيقة لكن هل الحل في إنقاصها أم هناك حلول أخرى مثل ما فيه جهات حكومية تعاني من البطالة المقنعة هناك جهات أخرى تعاني من نقص الموظفين مثلا الآن أعطيك مثال وزارتي الصحة والتربية والتعليم في معظم الدول الخليجية تعاني من نقص في عدد الأيد العاملة التي تعمل في هذه الوظائف وهي وظائف مجزية يعني وظائف المعلمين الأطباء الممرضين فيعني الأولى هو إعادة توقيه القوى العاملة إلى القطاعات التي يحتاجها سوق العمل مثل قطاع الصحي قطاع التعليم قطاع التعليم العالي وأيضا تقليص عدد العمال الوافدة ودفع المواطنين للعمل في القطاع الحكومي في القطاع الخاص من وجهة نظري إن نقع الوظيفة الحكومية مغرية لهذه الدرجة يعني أكاد هو لا يقوم بأي عمل أساسا ويحصل على راتب لدرجة أنه اليوم فيه اقتراحات تخيل باسل فيه اقتراحات في بعض دول الخليج تتحدث عن منح المواطنين رواتب وهم قلسين في البيوت يقولوا ليش يدوموا في الوزارات أحسن قلل من استهلاك الكهرباء والمياه والبترول يقولوا ليش يستلم راتب عن أي ثقافة نتحدث نحن نتحدث عن ثقافة استهلاكية كارثية هل نريد للمواطنين أن يكونوا طبقة استهلاكية غير منتقية والبقية هم الذين ينتقون وتذهب اقتصاداتنا للخارج نتيقة وجود أغلبية ساحقة من العمال الوافدة في دول الخليج دول الخليج لازالت هي أكبر مصدر للتحويلات الخارجية في العالم العاملين كنسبة وتناسب مقارنة بحقم الاقتصاد مثلا في 2019 تتحدث عن 125 مليار دولار يتم تحويلها للخارج من اقتصادات دول الخليج نتيقة أن الأموال لا يعاد تدويرها في الاقتصادات المحلية هذه ثقافة غير منتقة نحتاج إلى إعادة تنظيمها